السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا في الفيديو الجديد والليك يتعلق لنا بالدرس الرابع طبعا من مكوين التربية المدنية طبعا المرجع هو الجديد في الاجتماعيات المستوى الخانس دائي عنوان كما تشاهدون أنمي قدراتي على البحث والتعلم باستقلاليهم طبعا المرخص إن شاء الله سأضعه في علبة الوصف نبدأ الهدف أتعلم البحث باستقلالية من خلال تطوير مهاراتي في التفكير والعمل الجماعي واستخدام تقنيات حديثة طبعا أمهد لتعلمي التعلم باستقلالية يقتدي أن تكون لدي رغبة واستعداد لذلك إضافة لمهارات تساعدني على إنجاز عمل بدون مساعدة مباشرة من أستاذي أو أستاذتي طلب من مجموعتنا إعداد مشروع نفعل فيه قدراتنا على الشغال باستقلالية كيف أفكر تكون لمساهمتي الخاصة في المشروع ما قواعد التفاعل مع أقراني لإغناء تفكيري والوصول إلى نتيجة مشتركة كيف أستعمل التقنيات الحديثة في البحث والعرض طبعا أمهد لتعلماتي طبعا نشاط رقم واحد يقولنا أتدرب على التفكير المنظم أتدرب على التفكير المنظم أقرأ الحوار نعم سنقرأ الحوار أولا الحوار يقولنا رقم واحد فينا ما هي المهنة التي تفضلينها يا تالا اثنان قد لهم لاعبة كرة القدم لاعبة طبعا كرة القدم فطرح لماذا لأنها لا تحتاج إلى تفكير يكفي أن أستعمل قدمية يا راضي طبعا راضي قال لهم دعونا نفكر هل تحتاجوا كرة القدم للتفكير هل تحتاجوا كرة القدم للتفكير نعم طبعا راضي يوجهنا إلى التفكير المنظم أتدرب على التفكير بمفرد انطلاقا من سؤال هل تحتاجوا كرة القدم فقط لإستعمال الأقدام هل تحتاجوا كرة القدم فقط لإستعمال الأقدام نعم طبعا لا نسرع في الإجابة وإنما هناك تفكير منظم سنحاكي فيه المراحل التي قطع راضي في التفكير وصولا للتعبير الرأي في الأول راضي يجب أن أفكر وأتمثل الموضوع ذهنيا بصور مثل هذه الكرة اللاعبية بكرة أو كلمات طبعا أتسأل يستعمل اللاعب قدمه بالفعل نعم لكن أليس لكرة القدم قواعد يجب احترامها نعم بالتأكيد ما هي هذه القواعد وكيف ولماذا إذن هذه المراحل التي تتبعها راضي طبعا أكون رأيا في الموضوع لاعب كرة القدم يلعب بقدمه كما نرى ثم ويفكر فيما يفعل يعني يمكنني طبعا أن ورأينا ذلك ويفكر فيما يفعل في الأخير الخطوة الخامسة أعبر عن رأيي وأنا واثق بالمصار الفكري الذي قطعته طبعا في الأخير يعني أضع تعبيرا عن رأيي انطلاقا من هذه الخطوات عمشوا النشط الموالي لوعدنا أنطلقوا نكبروا الصورة هنا أنطلقوا من المثال السابق واختاروا من المثال السابق واختاروا من كرة القدم وأختاروا من الكلمات والعبارات الآتية ما يساعدنا على التفكير وأعلل الآن أفكر نعم عندما نفكر لا يستطيع دماغنا يفعل شيئا آخر غير التفكير سنقوم طبعا بملأ هذا شيء طبعا التساؤل طبعا نستعمل دي المثال دي الكرة القدم التساؤل هو هل تحتاج كرة القدم إلى تفكير وتخطيط هل تحتاج إلى تفكير هل لها قواعد تنظمها هل لها قواعد طبعا تنظمها إذن هنا المعلومات المخزونة استعمل عالي كبر الصورة استعمل عالي معلومات موجودة في ذاكرته استعمل عالي معلومات موجودة في ذاكرته نعم سنتبحث عن تتمه إذن يستعمل على علامة معلومات الموجودة في ذاكرته طبعا مشاهدة مباراة touchscreen reported dialect لعب الكرة مع الأصدقاء هذه المعلومات لقراءة مقالات عن كرة من Leg Cette أو ألعاب فيديو لكرة من Legan إذن هذه هي معلومات مخزونة في ذاكرته Code你看 his video أو قرأ مقالات عن كرة القدم أو طبعا ألعاب فيديو الإلكترونية لكرة القدم المهارات المخزونة قارن عالي بين المعلومات وانتقى منها ما يصلح الوضعية يعني اختار المعلومات التي تصلح الوضعية كرة القدم تحتاج إلى قوانين طبعا تنظمها تحتاج إلى قوانين تنظمها متع التعلم إذن شارك علي فكرته مع زملائه طبعا عبر عن رأيه بكل ثقة وعندما نحل المشكلة نحس بالرضا طبعا السؤال المولي أختاروا موضوع عني التفكير وأطبقوا عليه الخطوات المنشر إليه أعلى طبعا هذا التساؤل هل تحتاجوا كرة أختاروا موضوع عني التفكير وأطبقوا عليه الخطوات إذن قبل التساؤل طبعا جمع المعلومات المخزونات ثم مهارة انتقال المعلومات وأخيرا المتعة هل تحتاجوا كرة السلة إلى استعمال الأيدي فقط الأيدي فقط طبعا المعلومات المخزونا لعب كرة السلة في حصة طبيب الدنيا مشاهدة مباريات طبعا كرة السلة ألعاب الفيديو لكرة السلة إذن طبعا لها تعلمنا تقلقنا بمعلومات المخزونة لعيب كرة السلة في حصة طبيب الدنيا سبقوا أنè أش typ سوب أنى شاهد مباريات كرة السلة سبقوا أنهنًا لعب Ira ألعاب فيديو لكرة السلة هنا التساؤل هل تحتاج كرة السلة إلى استعمال الأيدي فقط هذا التساؤل طبعا المعلومات المخزونة قلنا لعب كرة السلة في حيث الطبيب الذينية مثلا أو مشاهد مباريات أو ألعاب فيديو أو قراءة مقالات عن كرة السلة إذن طبعا أن رجعوا عندنا المهارات كرة السلة طبعا تتطلب معرفة قواعد وقواني منظمة إذن المهارات كرة السلة طلبوا معرفة قواعد وقواني منظمة معرفة طريقة تسديد كرة نعم من مورها عادت جادنا متعة التعلم مشاركة الفكرة مع الأصدقاء إبداء الرأي أو التعبير مع الزملاء الإحساسه بالرضى وليس المرضى الإحساسه بالرضى وطبعا بالمتعة نبدأ النشاط الثاني أتعلم قواعد طبعا التفاعل مع الآخرين أتعلم قواعد التفاعل مع الآخرين اللي هو النشاط صفحة نشاط جزء صفحة 18 إذن فكرت في البداية المفردية وتوصلت إلى حصيرة أتقاسهم وعضاء مجموعاتي في إطار شغينا على مشروع المشترك نعم بدأوا بالتفاعل بين الأقران يحتاجه طبعا إلى تنظيم تفاعل بين الأقران أذكر مميزات وشروط العمل التنائي مقارنة مع العمل في مجموعات أكبر إذن من نسبة المجموعة أكبر في المجموعة كبيرة يناقشوا الآراء يطلبوا زمن أكبر يحتاجوا إلى مسير ضروري يحتاجوا إلى مسير بينما مميزات وشروط العمل التنائي سنراها هنا هي طبعا كبروا الصورة طبعا عدنا لا يحتاج إلى زمن كبير العمل التنائي لكنها رأيين لا يحتاجوا إلى مسير باعتبار أن المجموعة تكونوا من فردين ووجود رأيين فقط طبعا تكون معير جوج قرينين من مورة هذا قال لك التفاعل بين الأقران يحتاج إلى قواعد يحترمها الجميع أذكر إضافة للمثالات ما يتعين فعله ما يتعين نبذه دبعا عدنا ما يتعين فعله طبعا التفاعل بين الأقرار الإصغاء النشيط وما ننبذه الإقصاء سنعطي الأخرى طبعا قلنا الإصغاء النشيط احترام رأي جميع الأطفال المساوة بين الجميع هذا ما يتعين فعله مشاركة الجميع ما يتعين نبذه قلنا الإقصاء الاستيزاب أراء بعض التلاميذ المقاطعة أثناء النقاش عدم تنظيم العمل يعني عدم وجود مسير هذا ما يتعين نبذه التفاعل بين طبعا قلنا هذا يعني بشيء دابا أن التفاعل بين الأقرار عنده إيجابيات على مستوى العمل الذي نقوم به ثم على مستوى الذات ثم العيش المشترك استكمل ملء الخانة بالكلمات أو العبارات المناسبة المقترحة أسفله أقترح أخرى إذن عندنا مستوى العمل الذي نقوم به مستوى تنمية الذات ثم مستوى جودة العيش المشترك إذن هنا كنا عمل متكامل أعطونا نموذج اجتقى بالنفس أعطونا تضامن أعطونا واحد المجموعة اللي علينا ندعوها اللي هي قبو الرأي الآخر اكتساب خبرة جديدة الدفاع عن الرأي التواصل الإتقان الإحساس بالآخر إذن هدو سنضعوهم طبعا في المكان المناسب هاهم مدرناهم هنا إذن عندنا عمل متكامل اكتساب خبرات جديدة الإتقان هذا شيء لأعطونا هم وضعناهم في المكان المناسب ثم الثقة بالنفس عندنا الدفاع عن الرأي قبو الرأي الآخر هذا على مستوى تنمية الذات ثم العيش مشترك تضامن تواصل إحساس بالآخر وعزنا من غير اللي اعطوناهما بالنسبة للمستوى العام الذي نقوم به عزنا طبعا العمل منظم العمل الناجح في كل عمل منظم طبعا يكون عمل ناجح بالنسبة على مستوى تنمية الذات دفناء الاندماج مع الآخرين الاستقلالية في التفكير ومستوى جودة العيش التعاون المساواة التسامح هذا دفناء ما كيف يشتم النشاط رقم 3 طبعا استعمل تقنيات الحديثة في البحث والعرض اذكر الطرق والأدوات التي استعملتها إلى حد الآن للبحث عن معطيات وعرضها وأقارن بين الطرق والعرض وأوضح أيها أفضل إذن طبعا طرق أدوات وسائل البحث طرق وآدوات لتقديم العرض استعمال التقنيات الحديثة في البحث والعرض عندنا الأدوات والطرق التي استعملتها طبعا إلى حد الآن للبحث عن معطيات وعرضها الأنترنت المواقع الإلكترونية الكتب المجلات الجرائد طبعا والمكتبات بكوتوف اللي في المكتبات ثم تقديم العرض المصلات العاكيس اللي هو Data Show لتقديم العروض الشرح طبعا المفصل المجلات الحائطية مرفوقة بالصور والمقالات المجلات الحائطية مرفوقة بالصور والمقالات طريقة العرض الأفضل طبعا هي استعمال المصلات العاكيس Data Show مسلات العاكيس يعني سهولة التقديم طبعا اختصار الزمن هذا ثم الجهد اختصار في الجهد وفي الزمن طبعا تتم كما قلت لكم أن الملخص سأضعه في علبة الوصف ثم تتم ما تبقى من أقوم تعلماتي وغيرها سأقوم بوضعها في علبة الوصف أتمنى أن تكونوا قد استفدتم ترجمة نانسي قنقر